اشتركوا في القناة ورؤى مشتركة للوزارات التي كانت وجهتها الأولى بيئية أين وقفت وزيرة البيئة على مدى تقدم الأشغال بمنطقة ضايا مورسلي والتي تحتوي على بحيرة ذات مساحة مائية من شأنها أن تكون واجهة سياحية للمنطقة بمساهمة كل أطياف المجتمع بما فيهم المجتمع المدني ليتوجه الوفد بعدها إلى مقر ولاية وهران أين تم عقد اجتماع شمل كل المديريات والمؤسسات المعنية بالخرجة الوزارية والتي أكدت على أن السلطات ستعمل على المساهمة في كل ما يخدم الولاية وقطينها الزيارة لم تستثني الوقوف على تقدم الأشغال بالمركب الرياضي الأولمبي ببئر الجير لتكون المحطة بعدها المقطع بمرسل حجاجة التي تشمل وحدة تصفية وتحرية مياه البحر والتي شدد خلالها الوفد الوزاري على ضرورة تكثيف الجهود لإيصال المحطة لسابق عهدها الإنتاجية والمقدر بخمسمائة ألف متر مكعب في اليوم لتكون النهاية بمحطة إنتاج الكهرباء ببلغايد والتابع لمحطة سونالغاز والذي من شأنه تغطية حاجيات المنطقة بكاملها بالكهرباء بمحطة إنتاج الكهرباء ببلغايد